تطوير الأراضي الحكومية هذه الحزمة الأولى تتضمن تنفيذ 771 وحدة وشقة سكنية بمدينتي سلمان وخليفة واستعرضت الوزارة وبنك الإسكان خطة تنفيذ برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص لتوفير 19 ألف وحدة سكنية وهو البرنامج الذي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لمواصلة الخطط التطويرية لقطاع الإسكان بحلولها المبتكرة واستثماراتها الضخمة بالشراكة مع القطاع الخاص لتأمين السكن اللائق والملائم للمواطنين كما تم استعراض التفاصيل المتعلقة بمزايدات تنفيذ 131 وحدة و360 شقة في مدينة سلمان و280 وحدة بمدينة خليفة وفرص الاستثمار لتنفيذ تلك المشاريع كما تم التأكيد على توفير الدعم اللازم وإمداد الشركات والبنوك بالمعلومات حول الألية المتبعة ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية للمزايدات في منصة استثمار الأراضي الحكومية تعزيزاً للمنظومة العقارية في مملكة البحرين عقد اجتماع تأهيل المطورين العقاريين ضمن برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بحضور المعنيين من البنوك والمطورين العقاريين والمتعاهدين بهدف مناقشة عدد من المواضيع المشتركة وتقديم أفكار تطويرية جديدة تتنسب مع التطلعات هذه الشراكة ستكون جسراً ممتداً لتسريع وطيرة العمل واشتياز العقبات والاستجابة للطلبات بسرعة المطلوبة لرفض الاقتصاد الوطني هذا المشروع الذي هدفه تقوية شراكة مع القطاع الخاص ويأتي ضمن توجيهات سيدي صاحب سمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله وراءه تم اطلاع القطاع الخاص على المشاريع الثلاث اللي تم اطلاقها على المنصة الأراضي الحكومية اللي هي اثنين منهم في مدينة سلمان وفي مدينة خليفة وهي مجموعة من الشقق والوحدات السكنية اللي إن شاء الله راح تناسب المواطنين وذلك ضمن دائرة متكاملة من تمويلات عقارية طلقتها وزارة الإسكان ومن ضمن برنامج تطوير الأراضي الحكومية بحيث إن شاء الله تلبي طلبات الإسكانية في سرعة تكون مناسبة للمواطن بإذن الله اليوم ولله الحمد قطعنا شغط كبير في تعاون مثمر فعال مع القطاع الخاص سواء على صعيد الحلول التمويلية حيث إن شركائنا في البنوك البحرينية يقدمون التمويلات للمواطنين وفي نفس الوقت في علاقة تجذرة الآن مع المطورين فيما يتعلق بتطوير الوحدات إمكانية كبيرة يضلع بها المطورون العقاريون والمتعاهدون تؤهلهم لتنفيذ الخطط المرسومة على أكمل وجه وتحقيقها على أرض الواقع وفق الخطط والبرامج الموضوعة المخصصة لها التجديد في الوزارة هذه بالذات هو تجديد تجديد الروح والأمل يعني الحقيقة صار في خطوات كبيرة من مدة تقريبا عشر سنوات لهلأ بموضوع الإسكان وهذا موضوع ملاحظ بالكل كل بلاحظوا إنما تسريع العمل فيه هو بجلب انتباه وجلب اهتمام المستثمرين وخصوصا الذين يعني اللي هني أصحاب الرأي أو أصحاب الشأن اللي هم طبعا الكنتراكترز والمتعاهدين واليوم الجمعة هذه بالذات هي الكنتراكترز والديفولوبرز مطورين والكنتراكترز مع بعضهم لحتى يجتمعوا ونشوف شو التوجيهات الجديدة لنقدر نتعاون مع الوزارة بطريقة أفعل وأسرع وأفضل هذه الشراكة وايد مهمة إحنا نمثل القطاع البنكي والشراكة مع القطاع الخاص مع الحكومة شي مهم فهذا الاجتماع يبين لنا طبعا الشعوط والمعطيات حق هالمشاريع اللي بتي بتنطرح إن شاء الله في السوق ونأمل خيع يعني هاي ملف مهم يعني حق مملكتنا هذه الشراكة المستمرة والمتطورة بشكل متسارع ساهمت في تجديد القوانين وتطويرها لتتناسب مع الجو العام الإيجابي في هذا القطاع الذي يحقق المزيد من المكتسبات بالمسيرة التنموية الشاملة بمملكة البحرين اجتماعات مختصة مشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالقطاع العقري لتبادل الأرى والتعريف بالمشاريع الجديدة لتعزيز الشراكة بين هذين القطاعين للوصول إلى الأهداف المرجوة شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين